شارك سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينظمه معاهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بمدينة نيويورك تحت عنوان دور الشرق الأوسط في دفع عجلة الازدهار العالمي بمناسبة عقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتناولت مداولات المنتدى جهود دول منطقة الشرق الأوسط لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والمبادئ الأساسية التي ترعم التعاون الدولي ومن بينها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والحوار والمساعر الرامية إلى إشاعة السلام والاستقرار إضافة إلى التحديات التي تواجه دول المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصادية